وفي كلمتي حضر الرئيس الروسيا فلاديمير بوتين من أن العقوبات ضد كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الأخيرة ستكون غير مجدية وغير فعالة كما حضر بوتين مما وصفه بالإستيريا العسكرية فيما يتعلق بكوريا الشمالية روسيا تدين هذه الإجراءات في كوريا الشمالية ونعتقد أنها إجراءات استفزازية ولكن يجب أن لا ننسى وأن لا ينسى الكوريون الشماليون ما حدث في العراق العقوبات ضد كوريا الشمالية ستكون غير مجدية وغير فعالة نعلم أن بيونج يانج لديها أسلحة نووية ونعلم أيضا أن لديها أسلحة مدفعية طويلة المدى ولكن يصعب العثور على مثل هذه الأسلحة لذلك نعتقد أن هذه الإستيريا العسكرية لن تؤدي إلى نتائج جيدة وقد تؤدي إلى كارثة عالمية تسقط الكثير من الضحايا